السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ايه ابراهيم النهاردة ان شاء الله هنعمل الopen box class بالشكل ده هو اكتر متانة من الشكل اللي عملناه مرة اللي فاتح يلا نشوف هيتعمل ازاي هختار box 3 points 3x7x2.5 اقوم بفوق point 8 ومتحت point 2 بعدين ارسم الخط بالعرض وحرقه واحد استخدم الوائر كارت بس اخلي جيب اول ياس اقوم بفوق عمل اكتر متانة اسم ومنن ورا اقوم بفوق هستخدمها وحرقه هذا هو المسافة اللي انا هفرغها جوه البوكس عني واستخدم الواير كوت اغير الاتجاه للاكس لحد السيرفس اللي حركته بالمنظر ده من فوق اخد ايزو كب بعدين افسد سيرتفايف من فوق ومن تحت ومن هنا افسد واحد هرسم اركب انهم مترب واستخدم الواير كوت واخلي كي بقولي اسبر الجزء ده هيكون هن هرسم خط عدل وافسد واحد واثنين سيدويه سيدويه و هرسم خط مائل ما بينهم و بين الخطين هرسم أرك و ترم و ترم هعمل اسبلت قبل النهاية بشوية هنا وبعدين افسد هعمل سويبتوب علشان يبقى سيرفسد بفوق وبعدين افسد وبعدين افسد سكيل سري دي للجزء ده أصغر شوية للضغط على شفت والمربع اللي في الجنبول ده بعدين سكيل وان دي لحد ما يمسك منهاية الخط ده ونعمل فلت أو أي شكل تحبه نعمل أول حاجة تخليه أقوى منتاع مرة اللي في الجنبول سأرسم خط من نهاية الفرد هنا وهنا وخط من هنا لحد هنا وعدين وعمل سويب وان وصغر شوية ووفيسة 0.6 ونعمل له مرة كده الجزء ده خلص سأقوم بالضغط للجزء ده واستخدم الوائر كت وميرور ووائر كت كمان وعدين هعمل فلت للأضراف دي بحيث تكون الحرجة أسهل ودي أول حاجة بتخليه أقوى من اللوك العادي بحيث ان هو بيدخل بين الفتحتين دول ويفتح فيفضل ثابت في مكانه أكتر سأقوم بالضغط للجزء وكده الجزء ده هيكون لواحد جروب وده الجزء الثاني هنعمل جزءين كمان عشان يبقى أقوى أكتر وما ينعمش من استخدامه هاجم من الطب حامل دايرة بوينت سيكس وافسد بوينت فايد بعدين لغط وافسد بوينت سايد بوينت فايد بعدين لغط ومن هنا هعمل كرة وانمقم وهرسم خط من تصف وبوينت سيكس وبعدين هعمل ما بينهم بوينت يونيو للكرة والبيت وهرسم واير من منتصف الاستوانة يلف حوالين الكرة هعمل تصيب لان للخط علشان يتأكد ان كله على خط مستقيم هعمل ريبيلد وزبط شكله أكتر وبي بوينت فايد وبي بوينت فايد نعم مرور وحرك النقط بتاع الخط عشان اضبط الفراغ ما بينه وحرك الخط وبعدين حرك الخط هنا بحيث تكون البايب ومنتصف الاستوانة بالظبط او محتاج يقرب شوية بالكورة في استخدم الكتج ايدت بس للخط ومش للبيب وركورد هستوري هيحرك البيب معايا من غير ما البايب تبوينت سأقوم بقرأة نهاية الوائر بس كده هناك نوع بيكتفي بوائر واحد من الجنب وفي نوع بيكون في اثنين حسب ما انت محتاج ممكن تعمل سأقوم بقرأة وكده الجزء ده هيكون لواحده جروب وده الجزء التالي والحركة بتكون بالمنظر ده وبكده نكون نخلص بطلا وليس امر اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد واحنا مكملين في سلسلة اللقفال باذن الله لو فيه افل معين عاوزه ممكن تقولنا في التعليقات او في الفورم الموجود في ديسكريبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة